هكذا تتكشف كل يوم الدلائل القوية على وجود إيران القوي مع أذرعتها الحوثية في اليمن لنشر الإرهاب والقتل والدمار ضد شعب مسالم تجمعت قوة تخريب عليه في محاولة للزعامة والهيمنة حتى لو كان اليمن هو الضحية هذه المرة وفق مجلة أنتليجنس أولاين الفرنسية المتخصصة في شؤون الاستخبارات جلبت معلومات جديدة عن عبد الرضا شهلاء الذي أسمته بسليمان صنعاء والذي يتولى قيادة أربعمائة عنصر تابع للحرس الثوري الإيراني بالإضافة إلى خبراء من ميليشيا حزب الله اللبناني بغرض تقديم المساعدة لميليشيا الحوثي بعد أن وضعت واشنطن الرجل ضمن قائمة أخطر إرهابي العالم ورصدت مكافأة مالية للإدلاء بمعلومات عن مكان تواجده في اليمن مساعدة طهران للميليشيات الإرهابية وفقا للتقارير السابقة شملت التمويل والطيارين الإيرانيين المقاتلين شحنات الأسلحة وتدريب العسكري وكذا انتمائهم لمختلف المهام القتالية وتطورهم في الأعمال العدائية لا سيما في القدرات الاستشارية والتدريب فها هي طهران تتخذ عبر الحرس الثوري الإيراني وحزب الله خطوات كبيرة لممارسة النفوذ وتغيير النتيجة في ساحة المعركة وغالبا ما يكون ذلك مقابل تخويف نشاطها وكشف مشاركتها وعملياتها طهران التي تستخدم الحوثيين كوكيل لها في اليمن وكمرتزقة يساعدونها في ضرب بعض الأهداف في دول المنطقة تواصل دعمهم ومساندتهم بمختلف الوسائل بهدف بقاء الميليشيات على قيد الحياة وبما يسهم في تمكين إيران من زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة بشكل عام